هنروح بقى للكرة الطائرة ناخدها رجال وسيدات وزي ما قلت لحضراتكم برضو المباراة خلاص في النهاية بكرا ان شاء الله فريق الرجال هيلعب اول مباراة في سلسلة مباراة البلاي اوف في دور التمانية من الدوري في نهايات الدوري مع ايسترين كومبني او الشرقير دخان المباراة هتتلاقي بكرا ان شاء الله على صالة اتحاد الشرطة الرياضي المباراة مهمة ايوة مهمة فوزك بمبارايتين وراء بعض يضمن لك التأهل قبل النهاية بس خلينا اقول لكم كده يعني سر ان المباراة دي كلها ان شاء الله تفوز فيها ولكن هي اعداد للا ايه لأول اختبار حقيقي للرجال القادم الا وهو مطش السوبر الماصري او بطولة السوبر الماصري ولها تتلاعب 25-27 ونجيب لحضراتكم جدولها والفرع المشاركة فيها ان شاء الله فور الاعلان عن ذلك طيب احنا لعبنا في دور التمانية التصديفي مع نفس الفريق الاسترين كومبني وفوزنا عليه بنتيجة واحدة في المطشين 3-0 بس المطشين دول القرعى وقعتنا معه تاني في الدور التمانية النهائي اللي هو الاقصائي بقى خلاص زي ما قلت حداتكم مباراة لقى بكرة 6 بالليل على ساتة اتحاد الشرطة الرياضي بيقود الفريق مستر فرناندو منذو المدير الفني الاسباني قائد منتخب اسبانيا السابق لسنوات طويلة نتمنى كل التوفيق لهذا الفريق احنا اتفرجنا على الفريق مطشين 3 اتزاعوا على قناة النادي الاهلي الفريق شكله متغير ولكن تغلل الاحسن ولكن احنا قلنا واتفقنا احنا مش يعني مش هن يعني نتكلم ولا نقول احنا بيبقى صراحة يعني فيه صراحة بيننا وبين جمهور النادي الاهلي ان اول اختبار حقيقي هو نادي الزمالي اه كويس طفاق مستر فرناندو منذو المدير الفني واللي كان ضفنا في احد الحلقات والراجل قال كلام حلو جدا يعني عقلية منتاليتي ملتزمة كنترول على قط اللبس نتمنى له التوفيق وده ان شاء الله نتوقعه بقوة طيب انتو طبعا عارفين ان احنا لدلاتي معنا اتنين محترفين فرقة فول تيم الحمد لله ما عندناش اصابات التلاتات تمام لاربعات تمام لتنات اللي بروهات كل صناع الالعاب كل فرقتنا كاملة يتبقى التوفيق واول اختبار تاني حقيقي لينا هيكون بطولة السوبر المصري اللي هتبقى يوم 25 و 27 بفاصل يوم راح ان شاء الله نحتفل بفوز ان شاء الله فريق الكرة الطائرة رجال باول بطولاته المحلية هذا الموسم